السلام عليكم والرحمة الله وبركاته. ازاي ارفع فيديو على موقع يوتيوب? طبعا موقع يوتيوب اشهر مواقع نشر فيديوهات في العالم او مشاركة الفيديوهات. تمام? عايزين نرفع بقى فيديو عليه. طيب اول حاجة عشان ارفع على موقع يوتيوب لازم ان يكون عندي اكاونت على يوتيوب. اكاونت اليوتيوب ده اللي هو ممكن يكون نفس اكاونت الايميل بتاعي على موقع جيميل. تمام? او على موقع الجوجل بلس. تمام? الشركة دلوقتي لما بتعمل اكاونت جديد. اه بتخيرك بين انك تكون الاكاونت ده ايميل بس او يكون ايميل وينفع ليوتيوب وينفع لجوجل بس. تمام? لو انت ما عندكش اكاونت على يوتيوب عندك لو دخلت على يوتيوب نفسه وكتبت شرح طريقة عمل ايميل على الجيميل. هتلاقي اه حلقات بتشرح عمل الاكاونت على الجيميل او عمل ايميل على الجيميل. ومن ضمنها الحلقة بتاعتي اللي هي شرح طريقة عمل ايميل على جيميل ويوتيوب الفين واربعتاشر في اقل من سبعة دقيقة. تمام? ممكن تتفرج على الحلقة ديت وعن طريقة تعرف ازاي تعمل على الجيميل. يبقى كده عملت انت اول خطوة وهو هي اني بقى عندك اكاونت اصلا. لو انت عندك اكاونت تخش على الخطوة اللي بعدها اللي هي ترفع الفيديو فعلا. هتلاقي جانب الخانة بتاع استرش كلمة تحميل هتضغط عليها. طبعا هيقول لك دخل لي الايميل والباسورد بتاعك. هو بما انه عارفني فكتب الايميل بتاعي عارفني من دخولي على الجهاز بتاعي يعني. لو اه مش موجود عندك اه الايميل كده زي ما موجود عندي هتلاقي خانة تانية فوق تحط فيها الايميل زي ما انا كاتبه كده. وتحت تحط فيها الكلمة المرور اللي هي الباسورد. نكتب كلمة السر وندغط انتر. هيدخلنا على الصفحة اللي عن طريقها هنقدر نرفع الفيديو. اه اول حاجة هنلاحظها في الصفحة هي السهم الاحمر ده. السهم الاحمر ده اللي هو اتجاهه الفوق. اه ده من اي سهم اتجاهه الفوق يعني نرفع اي سهم انتجاهه بتحت يعني اه تحميل اللي هو ده يعني. تمام? اه في طريقتين نرفع الفيديو دلوقتي. اول حاجة ان انا اضع السهم الاحمر ده. واختار الفيديو من مكانه عندي على الجهاز. واللي اكون ده. الفيديو اللي انا ارفعه. الاضغط عليه كده. وبعد ان اضغط اومن. هيبتدي الرفع. الحاجة التانية ان انا استخدم طيب درجة اللي هي بيسموها السحب والافلات بالعربي. اه هنصغر الشاشة دي شو اه اه شوية. وبعدين نروح على مكان اللي في الفيديو واللي اكون عندي هنا ديسك توب. هو ماسك الفيديو بالماوس. ضغط كليك اشمال وساحب الفيديو وحطه في العلامة دي. هيبتدي يرفع معايا الفيديو. يبقى احنا كده عملنا اول خطوة وهي ان احنا ابتدينا رفع الفيديو. بعد كده. الخطوة اللي بعدية ان احنا نبتدي نملأ البيانات بتاع الفيديو. البيانات اول حاجة العنوان. هنا الخانة دي بيقى مكتوب فيها عنوان. لو عنوان الفيديو مش عاجبك او عايز تعدل فيه ممكن تعدل فيه هنا عادي جدا. اه تحزف و تضيف منه الحاجة اللي انت عايزها. وليكن هنزود عليه كلمة. اه اه عشان راح تويتعمل ايميل جيميل ويوتيوب. غير اللغة ويوتيوب. الوصف. الوصف دي الخانة اللي بيظهر فيها انك بتعمل الفيديو وصف ليه. ايه محتوياته. لو الفيديو بتكلم في اكتر من موضوع تقولي المواضيع ديت. يعني كل اللي ما بتقدرش تشرحه في العنوان بتشرحه في الوصف. باستفاده. وكمان لو انت عندك موقع او اه اكاونت على الفيسبوك او على تويتر او اي حاجة وعايز تضيفه هنا عشان الناس تتواصل معك بفيش مشكلة. تمام? لو مش هايز تكتب حاجة في الوصف خالص خد العنوان اه كوبي وعمله في الوصف تاني. تمام? بعد جدا العلامات. العلامات ديت اللي هي التاجز. التاجز بالانجليز طبعا اه هي العلامات اللي بتميز الفيديو. يعني الكلمات اللي بتخلي الفيديو ده توصله عن طريق السيرج. تمام? وبتصنف الفيديو. بمعنى ان الفيديو ده ايه موضوعه? يتصنف تحت ايه البنوت ايه? هل بتصنف تحت باندي الهندسة ولا العلوم ولا الفنون ولا ايه? بتصنف تحت باندي مسلا الكمبيوتر. فانا ممكن اكتب كلمة كمبيوتر. وبعد ما اكتب الكلمة اضغط shift واو. يوم معتبر هالي تاج. كده يبقى هي تفعيلة كتاج. وتحطط في مربع. ممكن اضغط على العلامات ديات لو انا عايز اعزفها. اه طيب ممكن اكتب كمان انترنت. ممكن اكتب سنقولها كمبيوتر. اللي هي اسم السلسلة اللي احنا بنشرح فيها الموضوع. طبعا كلمة الكمبيوتر مكتوبة قبل كده مش تازم اكتبها تاني. الكلمات اده مش لازم بتبقى مرتبة. ممكن تكتب اللغتين العرب والانجليزي. بس الفرق انك بعد ما بتكتب الكلمة انجليزي بتضغط بدل شفت اه واو ديت. بتضغط واو بس. يعملها لك كده تاج. يبقى دي كلمات اللي بتميز الفيديو علشان يتعرف كويس. اه في السيرش بتاع اليوتيوب وفي السيرش بتاع جوجل وكل انواع السيرش. تمام? تمام. في حتة نسيت اقولها و احنا بنرفع الفيديو. لو رحنا للفيديو تاني هنا. قبل ما ترفع الفيديو عندك اربع اختيارات. الاختيار الاولاني انك تخلي الفيديو عام هنا من الخصوصية بتضغط على كلمة عام. الاختيار الاولاني انك ترف اه تخلي الفيديو عام يعني تخلي الفيديو اول ما ترفع يتنشر على نت اي حد يقدر يشوف اي حد يعمل عليه سيرش يصله باي شكل من اسكال يقدر يشوف على موقع يوتيوب. ثاني حاجة الفيديو غير مدرك. يعني هي غير مدرك? يعني غير مدرك بالنسبة لجوجل. وبالنسبة اليوتيوب. يعني اللي معا بتاع الفيديو ده يقدر يشوفه. لو انت waddiت ايه لو انت اديت له الرابط على طوب. تلات حاجة بقى اللي هي اتقل من ده ده او خصوصية اكتر يعني خاص ان الفيديو ده اللي هيشوفوه اشخاص انت هتحدده يعني انت واشخاص اخرين انت هتحدده ديهم على اليوتيوب اه وانت هتحدد من اللي يشوف من دول ومن اللي ما يشوف تمام يبقى دول يعني التلات مستويات من الخصوصية ان الفيديو اي حد يشوفه ان اللي معاها يشوف الفيديو حتى لو ما كانتش من اصحابك اه الخاص بقى ان اصحابك اللي انت هتقول على اسميهم هم اللي يشوفوا الفيديو ده لانه فيديو شخصي وخاص بالنسبة لك. رابع ميزة والليه لسه من ضفق قريب في اليوتيوب وميزة مهمة جدا مجدول. ان الفيديو ده هيفضل اليوتيوب عينه عنده معتبره حاجة خاصة انت بس اللي تقدر تشوفه تمام لحد معاد معين تاريخ معين انت هتتظبط في الفيديو ده ان هو ينشر يعني تقول له يوم كزا ساعة كزا تمام نضرب مساء على نفس الفيديو اللي احنا بنرفعه هاجع الفيديو واقوم ايه عامله كده ونشر انا كده برفع نفس الفيديو مرتين طبعا لو عملت الموضوع ده ورفعت الفيديو مرتين اليوتيوب هيقول لي ان الفيديو مكادر تمام انا بس عشان اوريك موضوع مجدول ده موضوع مجدول اه في اعدادة الخصوصية الفيديو مجدول بتختار من هنا التاريخ اللي هتنشر في الفيديو ده تاريخ نشره تمام وبتختار من هناك كمان الساعة الساعات من ترتبة من صفر الاربعة وعشرين تمام آآ طب انت كده تقدر تنشر الفيديو في المعادل اللي انت عايشه يعني الفيديو من غير ما تكون قاعد على النت يوم سبعة وعشرين واحد الفين واربعتاشر تلاقي الفيديو اتناشر لوحد تمام ده بيفيد في انك انت مسلا ممكن يبقى عندك قيمة فيديوهات عشر فيديوهات وعايز تنزل فيديو كل يوم وانت بتعودش على النت كل يوم يبقى هتيجي في اول يوم تقوم رافع الفيديوهات كلها ومختار التواريخ اللي هتنشر فيها الفيديوهات والساعة اللي هتنشر فيها الفيديوهات وتلاقي الفيديو بتنشر لوحده تمام آآ كده عرفنا موضوع المجدول لو بصينا هنا على آآ طبعا هنقفل ديه ونقوله مغادرة هذه الصفحة لو بصينا هنا على الاعدادات الخصصية لنا نفس الكلام اللي احنا عملناها بس خانة مجدول اتشالت ليه مجدول دي لازم ان تختارها قبل ما ترفع الفيديو يعني زي ما احنا عملنا تختارها من هنا يعني قبل ما ترفع الفيديو نفسه من الصفحة دي تختار مجدول لانك انت لو بتديت رفع الفيديو مش هينفع عمله بمجدول زي ما حصل هنا انا بتديت رفع الفيديو فمش هينفع ايه مش هينفع غيره المجدول المجدول لازم ان تختارها من الاول تمام بعد كده الناشر المشتركين. والمشاركة على كزا وكزا. اه وانت بتنشر الفيديو للمشتركين عندك ممكن تكتب لهم ايه كومنت او كلمة او رسالة بسيطة ان هم الناس اللي متابعينك على اليوتيوب. تاني حاجة ممكن تعلم على صح لو انت اه اه عايز تنشر الفيديو ده على جوجل بلاس اللي هو شبكة التواصل الاجتماعي بتاعة جوجل او فيسبوك او تويتر اي حاجة من شبكات التواصل الاجتماعي ديت بتعلم على صح بس يشترط انك تكون رابط الحساب بتاعك ده بالحساب بتاعك على جوجل بلاس او فيسبوك او تويتر. يبقى الفيديو بتنشر في المعادل اللي انت حددته وينشر اوتوماتيك. دي بيستخدموها بتوع التسوية بتوع الدعاية والاعلان بتوع الشركات. اللي هو بيعمل شبكة التواصل الاجتماعي مسلا شركة مشهورة. فبعايز ينزل فيديو كل اسبوع. فبيجي مسلا ممكن يعمل فيديوهات بتاعة ست شهر قدام يخلصهم ويعمل بقى في المعادل فلاني مسلا اول كل اسبوع. يوم السابت ينزل فيديو جديد. والفيديو ده الواحده يتنشر على جوجل بلاس وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. بعد كده الفئة والكاتيجوري اللي انت هتصنف على اساس الفيديو. عامل لك فئات كتير بقى رسوم متحركة وسياسة وارشادات واساليب واشخاص ومدونات وغيره وغيره بسكة وكلام بانته. تمام? طبعا بتستنى لما الفيديو بترفع. ده عندي نسبة تحميلة تسعة وستين في المية وده بيقول لك متبقي اربع دقائي. لو عايز ادفع فيديوهات زيادة بعد ما رفعت الفيديو ده وانا برفعه كده عايز ارفع فيديوهات زيادة ممكن اضغط على ايه? اضافة المزيد من الفيديوهات هنا. وهي ايه عايديني ايه اه اه يفتح لي خانة ادفع بها الفيديوهات. لو عندي مجموعة كبيرة من الفيديوهات مسلا عشر عشرين فيديو. اه وليكن مسلا نفترض من الحاجات دي كلها فيديوهات. هعلم عليهم كلهم. وهم راح هنا على التحميل وسحبهم كلهم مرة واحدة. اجي كده وهم سحبهم وحاططهم هنا. الحاجات دي كلها هتترفع كده مرة واحدة. مع بعض. يبقى دي الفكرة في ان انا ايه? في ان انا يكون عندي موضوع السحب والافلات ده. بيخلينا ارفع فيديوهات كتير اه مرة واحدة بدل ما ارفع فيديو وكل شواء قوله اضافة فيديو جديد اضافة فيديو جديد. تمام? يبقى انا ممكن ارفع مية فيديو اه مع بعض في نفس الوقت. واسيب الجهاز واقوم لحد ما الفيديوهات ديت اه يخلص تحملها. تمام? الاعدادات بقى بتاعت الفيديو بعد كده الاعدادات مش مهمة قوي. اه غير بالناس اللي بيهمها هنا تحقق اه ربح من اليوتيوب ده اعدادات تحقيق الدخط. ان انت بتبقى رابط الاكاونت بتاعك على اليوتيوب بحاجة اسمها جوجل ادسنس وبتعمل استثمار للفيديو بس ده بيشتغط ان الفيديو ده يكون فيديو خاص بك او فيديو اه انت بتملكه. تمام? وبتختار انك بتعمل استثمار الفيديو وبتركب عليه الاعلانات ديت وبتختار النظام اللي هتنشر به الاعلانات على الفيديو بتاعه. بعد كده الاعدادات المتقدمة. اه تختار بقى التعليقات بتاعت الفيديو. اه يتنشر اي تعليقات ولا التعليقات اللي انت موافق عليها بس. يعني الكل دي اي تعليقه يتنشر. الموافق عليه هيرجعوا لك في اليوتيوب يقولك انت عايز التعليق فلانة نشره لا عشان هو حد نشر الشيتيمة او كتب كلمة مش كويسة انت ممكن ايه ترفض ان هي تنشره على الاكاونت بتاعك تمام ده بالنسبة لتقييمات الفيديو هنا لو الفيديو بتقيم اللي هو بيتعمله لايكات وكده ممكن تضغط ان هو الفيديو ده يبقى متاح التقييمات للنسبة لنصة تفرج او لا بالنسبة للملكية الفكريية بتاعت الفيديو انت بتقول بقى الفيديو ده رخصته ايه رخصة قياسية او في رخصة تانية اللي هي رخصة الابداع تمام يعني من ناحية الفيديو ده انت بتملكه اه باي شكل من اشكال اه طبعا عشان تكسب من فيديو على اليوتيوب لازم ان تكون لك حقوق الملكية الفكريية بتاعته ولازم ان تكون بتاملك كل اللي موجود جوه الفيديو من صور وفيديوهات وآآ اغاني وموسيقى وكل حاجة تمام طبعا المختار قبل كده لمشاركة ان الفيديو هونشرف في كل مكان ده اه في الخانة بتاعت ايه الدخلة موجودة كل مكان تمام بالنسبة بقى التسميات التوضحية اه دي حاجة متعلقة بأمريكا اكتر من اي حد يعني اه انه في قانون امريكي جايب لك ست مستويات للتسميات التوضحية والحاجات دي هات الفيديو وإن اللي موجود فيه كده طبعا احنا ما نحددش منها حاجة بالنسبة لنا اه عشان اه يعني اه قصة برا القصة بتاعتنا احنا بنكلم عن نشر فيديو عادي ما بنكلمش عن نشر الفيديو بتاع منظمة او بتاع حقيقة او بتاع اه قناة فضائية كده اه خلالة التوزيع انك تسمع الفيديو بانه يكون متضمن جوه اي حاجة يعني واحد ياخد اللينك بتاع الفيديو ويحطه جوه الموقع بتاعه ويحطه جوه الاكاونت بتاعه وهكذا اه في بعد كده علام المشتركين الناس اللي عاملين سبسكرايب للاكاونت بتاعك لما بتضغط هنا صح بتبلغهم من الفيديو ده اتنشر تمام احيانا بيبقى فيه فيديوهات اه فيها مقطع اه يعني اه ما ينفعش للصغار السني يشوفوها او كده فانت بتعمل بقى تمكين التقييد اه بحسب العمر اللي هو ايه يسرد سن معين على اه الفيديو ده يعني العمر القانوني لمشاهدة الفيديو تمام يعني يعني لو لو واحد مسلا سنه اربعتشر سنة دخل يعني يشوف فيديو هيقول له لا مسلا لما تكمل تمنتاشر او لما تكمل واحد وعشرين فيديو اه او كم من واحد وعشرين سنة قدري تشوف الفيديو وهذا مش داخل باكاونت طبعا هو بيعرف سنه من الاكاونت بتاعه اه لو مش داخل باكاونت بتتفرج على اليوتيوب عادي مش هيرضع overlooked دي بقى بيانات زيادة عن الفيديو ان الفيديو ده انت سكيلتو فين بتختار المكان الفيديو ده انت سجلتو امتا بتختار التاريخ تمام اه لو الفيديو ده سلائس الابعاد بتختار طريقة عرضه ازا كان هو سلائس الابعاد هتعطل سلسل الابعاد ولا لو الفيديو من سلسل الابعاد اصلا هتخليه سلسل الابعاد ولا هو فعلا سلسل الابعاد دول المستوى بتاعت الفيديو ماشي لو انت عايز احصائيات الفيديو تبان للناس اللي هي من اللي شايف الفيديو من بلاد ايه وعددهم كام وكم في المية رجالة وكم في المية بنات كل الحاجات دي لو انت عايز تظهرها بتضغط على اظهار احصائيات الفيديو عشان الناس تتابع معك احصائيات الفيديو ده وتعرف ايه بيانات اكتر عنه. كده احنا عرفنا الاعدادات الاساسية بتاعت الفيديو. اللي هما قلنا الحاجات ديت في الاساس وقلنا الخنتين الاخرى دول ايه مش اساسين قوي بس قلناهم زيادة في المعرفة. تمام? بعد كده في فضل في حاجة اخيرة لو انا الفيديو بالنسبة لي عاوز اه ارفع له صورة مميزة. تميز الفيديو بحيس لما اه يعني اشوفه على في السيرج اعرفه او لو حد يشوفه يعرفه يعني ده وقت فيه عندك حلين. الحل الاولين انك تختار صورة من الثلاث صور طول تكون هي الصورة المميزة للفيديو. يعني لما تعمل دي صورة الفيديو الفعلية او تختار صورة تانية. دي صورة مخصصة دي. من هنا ممكن تختار مسلا جيميل. وتضغط اوبن. هتبقى الصورة ديت اللي احنا رفعناها ديت هي صورة الفيديو. يعني لو انا عملت سيرج حانة على الفيديو هلاقي الصورة بتاعت الجيميل اللي انا ارفعها دلوقتي هي دلوقتي هي باقة صورة الفيديو. ولو انا ضغطت هنا هتبقى ديت الصورة بتاعة الفيديو اللي هتظهر للناس لما هتفرقوا عليها. وبكده نكون عرفنا ازاي نرفع اهي دي صورة جيميل اهي. بعد ما خلص كل خطوة بعمل حفظ التغييرات. اه دي كده لو حد عمل سيرش هيلاقي الصورة اه بتاعة الفيديو هي الصورة ديت. اه زي ما كان موجود عندنا لما شفنا في اول حلقة. كده نكون عرفنا ازاي نرفع فيديو على يوتيوب. وعرفنا الاعدادات الاساسية لرفع الفيديو. اه بكده نكون انتهنا من الموضوع ده. اه شكرا جزيلا على حسن السماع ومتابعة. اه تابعونا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا فيسبوك دوت كوم سلاش فرستير كمبيوتر. اه ورقم الموباير زي ما سبعة عشرين خمسة اثنين سبعتين تسعة ستة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله بك.